أنتم رحتوا كمنتخب شباب بالبطولة الى اللى جرت بتايلند، أنت كنت موجود، نعم، 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 لسرتوا بستة اهداف مقابل هدفين؟ صح، صح. يعني بعد البطولة لو ذهب السجن، بعد البطولة، مختصر نتحول، أنا عرف قد يحتاج لها وقت طويل، وقت طويل، يعني صارت، بالبطولة صار Csر اللى تدعو في انت كل البطولة الفريق اجى من، ونحن هناك بـ تايلند، بأن الفريق ذهب إلى السجن. نحن بقينا بعد البطولة ثلاثة أيام لحيد موعد طيارة، بقينا رجعنا للبانكوكي لأن البطولة مو بالعاصمة تايلند، كانت تبعدنا للعاصمة 45 دقيق بالطائرة، رجعنا للعاصمة ببانكوكي بقينا بها ثلاثة أيام، لحد ما وصلنا للحدود الأردنية، وصلنا لطب الحدود العراقية، قالوا يا باكوا سيارة انتظركم، إذا صارت ثلاثة أيام بالحدود سيارة كادلاك، تحياتنا لكابتن فتاح نصيف وكابتن ناجح، لأن عدنا لاعبين هم كبار مدربين يعرفون قالوا وإذا وصلنا للحدود وما لقينا شيء، معناه إحنا سانمين مو علينا أي قبار، وإذا لا والله لقينا فتشيء، إحنا راح نذهب وين؟ قالوا الأولمبوية، سواء للرضوان، ما نعرف يعني في ذاك الوقت، فجينا بالحدود وطبئت بالمنشئة، طبئنا لقينا، قالوا يا با، السيارة تنظركم، صارت ثلاثة أيام سيارة كادلاك، يعني لحد اللي أنا أذكرها، فتوجهنا للسيارة، وهي تمشي قد دائما، هاي السيارة شبيهة؟ بيها ثلاثة نفرات، فدائيين، ممعروفين، اثنين صعدويانة، واثنين بقوا بالسيارة يعني سايق واحد يما، شنو كلام هم وياكم كابتن؟ أي كلام هكو، بس تجهو، تعرف طريق يعني ما يقارب سس ساعة إلى سبع ساعة بالمنشئة وأكثر، لحد ما وصلنا، أتذكر يوم جمعيا، أتذكر الساعة بثلاثة، ثلاثة إلا ربع، طبئنا اللي جاء أولمبوية، يعني حتى أتذكر من طبئنا الشارع اللي جاء أولمبوية، كان أكو لعبة الشرطة ودهوك، داي الجمهور ملعب الشرطة، اللي أولمبوية بسطف ننادي الشرطة، فالجمهور داي عبر الشارع وشافوا المنشئة، منشئة كبيرة وبيعلم العراق والكرات يعني، فأرفوا بان احنا وصلنا بذاك الوقت، احنا يعني تدري ما كنت أصالي بذاك الوقت، فطبئنا باللجنة أولمبوية، بقينا حوالي ساعتين، يجي استاد عياض الذاكرة، كان بيه رئيسنا ذلكر، يجي قال يابا صعد بالمنشئة يعني بالباس، يسلم علينا وحمد الله على السلامتكم، ويسلم عليكم الأستاذ من هذا الحتي، موضوع ثواب وعقاب، لازم كل من يعني يروح كم يوم إن شاء الله، وأزمة وتعدي، أي تسعة وتسعين، أي تسعين، أزمة وتعدي، عادي حنا ما نقدر نحسي يعني، يعني شو رد نسوي، وورحتو؟ أخذونا إلى الجبلة، منطقة اسم جبلة تقع بين الهلة والديوانية، ماذا سويت هنا؟ يعني صراحة ما، ولكن عبدالقادر زينة؟ لا، كان هنا رئيس الوفيد الدكتور يعرب، دكتور يعرب عبدالرزاق، وناجة حمود ويانة، الوحيد اللي نزل من الطباني الأولمبيا نزلو من الوفيد، المدربة اللي غزلها في نزله، نزله، يعني، والذكر الصحفي صفاء العبد، نزلوهم؟ نزلوهم، قالوا أنت صحفي أنزل، أنت المدرب أجنبي أنزل، والباقي لكل تبقى، رحتوا إلى جبالة، رحنا إلى جبالة، بغينا ما يقارب 28 يوم، إنت تعالي، أقوبة؟ أقوبة؟ أقوبة، 28 يوم؟ 28 يوم، ما تفعله؟ أكو محطة، يعني، عذراً للكلام، محطة، مال أبقار، اللي هي، يعني، تابعة للنظام السابق، سواء، يعني، الأولمبيا، لا نعرف، بس المهمية تحت أمرتهم، طبعاً، نحن، كان عدنا لاب علي فيصل، تحياتنا علي فيصل، كان يدام بالكلية، مال بابل، فتعرف من دخلنا، هي منطقة، تدخل بين يعني، يعرف الطريق، يعرف الطريق، فمن دخلنا، كان وقت غروب، وكذا، ناس بها واحد السيارة، ماكو سيارة، ماكو سيارة، ماكو وقت ووفيد، وكذا، هاي حنا ثلاثة يام، يعني، 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 ثاني يوم ورا يومين، أجي، فعلاوي قال له، هذا رقم تليفون، بس بلغ، هل نحن وصلنا زيني الحمدل، لأن، بدت الألفاظ، الناس اللي تقول يبوعون، يعني، بالشارع الجيغايور، واللي ناس يقول بعد ما يطلعون، وبعد تعرف انت مجتمع الرياضة، وهذا الكلام، لأن نحن قلت لك، قبل بالباس، ما نعرف، ماكو تليفون في ذاك الوقت، فمن نحن بالمحطة مالبقار، مجموعتين قسمونه، من ضمننا جحمود، فتاحا صيف، عزلونا بقاعة صراحة، والله العظيم يعني، كلام شوية، ندخلنا بالقاعة، يعني شحشي لك، يعني، شنو اللي تريد تلقى بها، احنا نضفناها بدينا، يعني، ما معقول لنا بهشي قاعة، تكرم النفايات، وص آخر، لاعبي منتخب، كل، زينت، شون يسيء اللاعب منتخب، هو هذا منتخب، رفع اسم بلاده، ورفع اسم علم العراق، أجل لكم الله، يبين من الحيوانات، وينظف مكان الأبقاء، خلنا أقول لك بعد الأقوة، فإحنا، طبينا بالقاعة، غرفين عزلت الملابس، مالتنا الجناط، وغرفين عزلت الكاهدة التدريبة، ناجح موت، تحياتنا، الكاهدة انفتاحا صيف، وهو بالله يرحمه الإدارة، احنا الفريق، كلنا بقاعة واحدة، المهم عزلونا، يعني ثاني يوم الصبح، عزلونا مجموعتين، مجموعة الصبح تطلع، تشتغل برا، ومجموعة تبقى تشتغل داخل المحطة، اللي داخل المحطة، ما يشتغل؟ هم بذاك الوقت، يجبون عمال يشتغلون، اللي هم أكثر هم نساء، وقفوا العمال، قمنا نحنا نشتغل، مجموعة 12 لعب أو 10 يبقون داخل المحطة، والعشر اللي بقى يبقون خارج المحطة، اللي داخل المحطة، يقعدون، يجبون لهم، نحنا نسمي الذرة الشامية، هو اللي راح نجذر مالتين، منلقى عمالتين شيلة، اللي يطلعون برا، كل اثنين بقونيين، يذبوهم مسافة، يقلل لأنت لك هاية، تروح تجيب وتجي، تجي السيارة موجودة، اللي هي هاي الدركتر، تشيل بلقوني اثنين، تعد به، الحد ما يصير وقتك 12 الظهر، تجي انت المكانك اللي سراح، ترجع للقاعة، هاي اللي برا يشتغلون، اللي داخل المحطة، شي سهون؟ يعني هي ذرة بس يشلحها من الورقة، مالتين، يذب تكرم النفاية هنا، ويذب الورقة احنا، يعني هي هايل، هذا الشغل مالتين، سمرين على هذا الحال، ما يقارب 28 يوم، عقوبات، كلام، عقوبات، كلام، نطلع الصباح نسوي صباح، رياضة صباحية، أو الحمام اللي بصفنا دكاترة، يعني ندخل أربعة أربعة، الله شاهد، يعني كابتن مونير جابل تحياتنا، كابتن غيث عبدالغني، ندخل أربعة، وتعرف بعض رياضة، يعني هذا يعني عشر تيام، يجوا أمرونا بين يزينونا بالليل، كلنا صفور، يعني أكو أمور الناس، يعني على التواصل الاجتماعي، أكو ناس تطلعت، يعني تقول أخذونا الرضواني، يأخذونا كذا، يعذبون بنا، صح؟ تقول ماكو، تعلق، تقول لا، ماكو، إحنا حقيقة، يعني لاعبين، قال اللي راح يوم يومين، أغلبية اللاعبين، لاعبين منتخب شباب، أغلب اللاعبين، يمكننا الذكر قبل كم يوم، تحياتنا إليه، هم طلع باسماء، ممكن ما ذكر يا قنات بالضبط، هم شراح الموضوع نفسه، وكل لاعب راح أضيفهم بلاعب منتخب شاوي عراق، بس عباس نجا من هذا، عباس، مشكلته صراحة يعني مؤلمة بهذا الموضوع، نجا شون نجا، عباس، هو بالمعسكر ويانا، نحن محجزين في اندق بابل، تقريب عشرين يوم، قبل البطولة بيوم، نحن نذهب العصر، الصباح عباس كان موجود بالتمرين، يعني التمرين الصباح عباس حسن موجود، يجينا العصر يعني تعرف، قالوا وروحوا اسلموا عليها لكم، ومشنوا تعالوا حتى نسافظ، يجينا العصر ما لقينا عباس حسن،